أقام مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة محمد طلال السعيد ندوة بعنوان هناك وقت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث ركز السعيد على ملفي الجنسية وحرية الرأي في الكويت 198 مقترح بقانون قدموهم نواب مجلس الأمة 74 مشروع بقانون و 528 مقترح برقب هذا اللي قدموهم الإجمالي اللي شاطر برياضياتي حسب 800 للتوتل لما تجمعهم كنون باع بعض 800 مقترح بقانون و مشروع بقانون و مقترح برقب قدموهم النواب اللي يقر منهم 26 بس الآن هل أنت يا محمد سوبرمان بتقرر 800 هذه كلها طبيعي لا أكيد لا ولكن شعرنا كان واضح وصريح شعرنا اللي أطلقنا قلنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ما قلنا بننقذ كل شيء ما قلنا بنعدل كل شيء ولا قلنا كل القوانين بتتعدل لكن على الأقل يكون عندنا أولويات أي واحد يقول لك بقدم و عندي برنامج و عندي قوانين وبصلح وسوي جيل وبعد الدستور هذا يكذب عليكم ولا يحترم عقل أي واحد قاعد لأنه لو اليوم ينجح و يقدم القانون باشر 6 سنين يالله يوصل الدور هذا على الترتيب اللي موجود فأنت ما تقدر تأتي بشيء جديد ولكن عندك 800 مقترح أصلا مقدم موجودين في اللجان هني هم تدفع إلى أنك تنتيهم من هذه القوانين مشكلة في ملف الكويتيين إذا ملف الكويتيين ما نظفتك ما عطيتني العدد الفعلي ما تقدر تجنس سواء أربعة ألاف ولا حتى خمسة ثادين ألف اللي حطهم العم صارح نحن تكلم بانطق نحن اليوم الكويتي ديلة خير و نعمة جنسيتنا و هذا والله العظيم أعيد وأكرر أنه ما نضد أحد ولكن نحن قاعد نحكم العقل أول شيء نحن ككويتي هذي بلدنا نحن أولى فيها بخيراتنا هو في كل شيء فلازم نحن ككويتيين نستفيد أول شيء نضف هذا الملف ننعم بخيرات وطننا وهذا المفترض ننعم بخيرات وطننا و الدستور كفر لنا هذا الشيء وبعدها ننتقل لكل عرب بدون أي مكان في الكويت يستحق التجنيس يجنس هذي القوانين كلها المكبلة هذي نازم التغير هذي حياتنا اليومية يا أخوان أنا حاجي الأمهات اللي حاضرين الله يحفظهم لو أحد من عيالهم يندمج بمباراة بس يندمج بين دولتين شقيقتين خليجيتين و يقول أي شيء يزل لسانة أقل شيء ترى يروح سجن سبع سنين على أول شيء على تفاهق و رط قدم هذا ليش هذا بسبب قانون الإعلام الانتروني للأسف إنها مو أولوية والصحف اللي من الكويت كلها مكبلة وأنا يمكن أن ضلق من خلفية إعلامية عشان تلي هذه الأمور عندي أولويات ولكن أيضا قانون الإعلام الانتروني يمس حياتنا اليومية ترى الواتسوف محاسبين عليه سناب شات محاسبين عليه إستقرام محاسبين عليه تويتر محاسبين عليه و كلكم ممكن تنسى جنون إذا حرف واحد بس ما سيتفوي هذا مو أولوية هذا أولوية يعدل إحنا بالكويت إحنا بلد حريات إحنا بلد متعودين ننتقد من نشاء بالقانون ولا نخاف ولا نتلفت ولا ننطالع وراند في أحد هذه الكويت هذا اللي إحنا متعودين عليها موسيقى موسيقى